لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سيدنا معاذ بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ده كان سؤال معاذ بن جبل يا حضرات ولي سيدنا النبي دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ قد سألت عن عظيم هذه الأسئلة مش اللي طالعين يسألوا النملة اللي كلمة سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى شغلهم في قصة النملة نوعها ده كانت نملة عادية ولا نملة الجبل ده الكبير ده طب وكان لونها إيه سابوا القصة كلها وبيبحثوا وبيدوروا على نوع النملة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ سأل السؤال الجميل ده يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه فعلا اطعت كلها يسيرة بتيسير الله وإذا لم يسرها الله مش نعرف نعملها فعشان كده دايما بنطلب من ربنا أنه يفتح لنا أبواب الخير والتيسير ويغلق عننا أبواب الشر والتعسير اللهم أمين فالنبي قال له قد سألت عن عظيم سؤالك عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئة تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تسوم رمضان تحج البيت بايدة خلق الجنة وعيدك عن النار ترجمة نانسي قنقر